يعيش لبنان أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود تفاقمت مع الانفجار الكبير في ميناء بيروت الذي دمر أزاء مهمة من العاصمة بيروت وكانت تداعياته الاقتصادية والسياسية كبيرة ناهيك عن أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد وعدم قدرة القطاع الصحي على مواكبة الزيادات الكبيرة في الإصابات والتدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتداعيته السلبية الكبيرة على اقتصاد لبنان وحياة المواطنين كل ذلك تزامن مع اتهامات فرنسية للمسؤولين اللبنانيين بعدم احترام مبادرة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لحل الأزمة السياسية في البلاد وإفشالها وتوعد فرنسي بعدم التدخل في تشكيل الحكومة التي كان ينبغي أن تكون حكومة إصلاحية تخرج البلاد من الأزمات الحادة التي تعيشها توازيا مع ما نقلته وسائل إعلام لبنانية حول بدء الرئيس اللبناني ميشيل عون الخميس المقبل مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد جاء أعلان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان ليحرك مياه الأزمة السياسية الراكدة الحريري دعا الفرقاء السياسيين لعدم الوقوف في وجه تشكيل حكومة جديدة والسير في طريق المبادرة الفرنسية واصفا تبديد المبادرة بالجريمة وذهب الحريري أبعد في تصريحاته بالتحذير من اندلاع حرب أهلية في البلاد محملا حزب الله مسؤولية ما يواجهه لبنان من أزمة كذلك طالب الحريري الحزب الذي قال إن تدخله في لبنان وسوريا والعراق جلب البلاء لهذه الدول بعدم تحميل اللبنانيين تداعيات العقوبات التي تفرض عليه معربا عن خشيته من انهيار الدولة جراء ما يحصل من تسليح وعروض عسكرية في معظم شوارع بيروت وفي بعلبك الهرمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر